اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس امنا معهد البحرين للتنمية السياسية اشهد ببرنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية باعتباره احد البرامج الرائدة والطموحة لصاحب السمو الملكي الامير سلماند بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في اعداد الكوادر الشبابية الوطنية وتنمية قدراتها المعرفية والقيادية وتأهيلها للمشاركة بفعالية في الارتقاء بالعمل الحكومي على اسس من الجودة والابداع والابتكار وعرب الرميحي لدى استقباله منتسبي الدفع الخامس لبرنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية عن فخره واعتزازه بالطاقات الشبابية الوعدة واخلاصها في الولاء للوطن وقيادته الحكيمة وجدارتها بتولي المناصب الوظيفية والادارية والتنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وحث وزير شؤون الاعلام منتسبي برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية على الاستفادة مما يقدمه من فرص وبرامج تدريبية عملية في رفع مهاراتهم والسقل خبراتهم وتنمية قدراتهم العملية والانتاجية في بيئة حاضنة للبحوث والتطوير والابتكار والبناء على ما حققه البرنامج من نجاحات متميزة خلال الدورات الاربع الماضية في تأصيل التميز والابداع في الاداء الحكومي بما يدعم برنامج عمل الحكومة نحو أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على العدالة والتنافسية والاستدامة من جانبهم أعرب منتسب الدفع الخامسة من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية عن شكرهم وتقديرهم إلى سعادة وزير شؤون الاعلام على حسن استقباله لهم واطلاعهم على سير العمل داخل وزارة شؤون الاعلام وما تشهده من تطورات إدارية ومهنية وتقنية وتحفيزهم على مزيد من الإبداع والمشاركة بكفاءة ومسؤولية وإيجابية في تطوير الخدمات الحكومية وخدمة الوطني والمواطنين